بسم الله الرحمن الرحيم إلا على أسواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارفون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن القالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع قرائق وما كنا عن القلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكع كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنسل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا فأوحينا إلي أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم لا تقاطبني في الذين ظلموا إنهم مقرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنسل لي منسلا مباركا وأنت خير المنسلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر